أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان مركز الأزهر العالمي للفتوى أنشأ وحدة جديدة تحت اسم وحدة الاستثمار وده للإجابة على الفتاوى الخاصة بالاقتصاد وكمان فتاوى متعلقة باجتهادات فقهية في دعم التنمية والاستثمار في مصر الموضوع بالضبط ويدور المنوطة بهذه الوحدة وزي الوحدة دي حيتمون لها دور في المجال الاقتصادي والاستثمار تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية ماشي على نهجها الفترة الحالية خلينا نعرف التفاصيل ونعرف كمان إجابات وفية لهذه الأسئلة النهاردة من ضفنا في الستوديو الشيخ أحمد المشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح الخير على حضر صباح النور أهلا وسهلا بحضر أهلا وسهلا بحضر أهلا وسهلا بحضر عايزين نعرف من حضرتك الدور المنوط بهذه الوحدة ومسألة المجالات الاقتصادية ويمكن بكل تأكيد بيجيلكوا أسئلة خاصة بهذا عالشان كلا تم إنشاء هذه الوحدة تمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبهنا وليه وبعد هو في الحقيقة إن إنشاء وحدة الاستثمار والتنمية كان خطوة لاحقة لخطوات سبقتها فضلت الإمام الأكبر ربنا يحفظه وبارك فيه وجه بإنشاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وتم إنشاءه سنة 2016 كان الهدف من المركز هو مواكبة التطور الحادث تطور التكنولوجي تطور الاتصالات تطور على كل المستويات ولما ده حصل كان من ضمن الوحدات اللي موجودة وحدات الفتوى اللي موجودة في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة المعاملات وحدة المعاملات دي معنية بإيه؟ معنية بالرد على فتاوى الجمهور الفتاوى المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارية طبعا المعاملات المالية والاستثمارية دي كل يوم فيها جديد كل يوم بتنشأ معاملات مستحدثة وكل يوم الناس بتسأل وكل يوم بيبقى فيه حالات من الحوار وفي حالات من الحديث الدائر بيتعلق بالأمور المادية وبالنواحي الاقتصادية وبالمعاملات المستحدثة فكان ضروري أن يفضل فيه مواكبة دائمة لهذه المعاملات ولهذا التطور الحادث علشان كده ما كانش ينفع الدور يقتصر أن احنا ننتظر السائل يسأل السؤال أو أن الفتاوى تجلنا فنرد لكن كان الدور محتاج خطوة استباقية الخطوة استباقية اللي هي إيه اللي إحنا نبدأ ندرس المعاملات والمعاملات المستحدثة بشكل أكتر ونطلع على التطور الهائل الحادث في سوق المال والأعمال من خلال هذا نقدر أن نخرج بدراسات تطمئن الجمهور اللي بيهتم دائما قبل ما بيقبل على أي عمل من الأعمال خاصة الأعمال المتعلقة بالحلال والحرام قبل ما بيقبل على أي عمل من الأعمال دي أنه يعرف رأي الدين فيها إيه دي رؤية مهمة الاقتصاد والاستثمار يا جماعة فيه جانب أخلاق نعم أكيد طبعا تحر الحلال مراعاة العاملين اللي شغالين في الشركة ده جانب أخلاق ده يكمل مراعاة ده من أهداف وحدة الاستثمار من أهداف وحدة الاستثمار التوعية بالجانب الأخلاق للاستثمار الاستثمار مش معناها مال وبس وإن إحنا المال يطغى على كل شيء والمنفعة والكسب المادي يحطم ويهضم كل شيء في سبيل تحقيقه لا المال والأعمال مرتبطة بالأخلاق وفيه ضوابط أخلاقية كتير جدا لو أعادنا كده نقرأ في نصوص القرآن الكريم وفي نصوص السنة النووية المشرفة نجد أنه لا عملية إدارة المال والأعمال والاستثمار بصفة عامة مرتبط ارتباط وسيق بالأخلاق علشان يحقق هو إحنا فندم إحنا ليه بنعمل مسألة التنمية والاستثمار مش علشان نحقق الرفاه للناس الرفاه الشامل مش بالضرورة الرفاه المادي بس لأن في بعض الأحيان والعياذ بالله ممكن يبقى الإنسان غني غني جدا ولكنه مش سعيد ممكن يبقى عنده فلوس كتير جدا ولكن الفلوس دي مش محقق الرغبات بتاعته الإنسان ده مكون من روح وجسد تكون فيه نفس وهذه الروح وهذه الجسد لها متطلبات مش المال بس هو اللي يوفر ده ده الإنسان بيحتاج أنه يعيش هادئ البال يحتاج أنه يعيش آمن في رسط الناس مش المال بس اللي بيحقق له ده يجب أن المال يكون معاه ضابط الأخلاقية عشان كده لما نجي نقرأ في القرآن الكريم مثلا نجد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يتحدث عن هذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لما يبقى فيه عقد أي عقد ما بيني وبين حد فيه عقد بقى باستثماري عقد مال أعمال أي حاجة مش لما لاقي فرصة تانية ولما لاقي حاجة أحسن أروح جاي أضرب بالعقود دي مثلا عرض الحائط أقطع العقد ومشارتون بالظابط لا مش كده الوفاء قيمة زي ما احنا بنتكلم عن المال باعتبار أنه قيمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها مقوم من مقومات الحياة لتحقيق سعادة الإنسان فكمان الوفاء ده قيمة وما ينبغيش أن نحن قيمة تهدر قيمة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما ينفعش أن أنا في سبيل تحقيق الرفاه المادي لنفسي أو أن أنا أكتنز كثير من المال وأن أنا بقى رجل غني أو أن أنا بقى رجل ناجح في عملي إن ندوس على كل الناس وأظلم الناس وهنا الخطاب كمان نوجه بقى أيضا لأصحاب الشركات الاستثمارية مش بس للمواطنين العاديين اللي بيكون عندهم تساؤلات خاصة بيستثمروا في إيه ويشتغلوا مع أي الشركات نعم هو ده الحقيقة أنه هو خطاب عام وشامل للناس جميعا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في آية تانية في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيحذر تقصد يا شيخ أنه خطاب الوحدة نفسها يتخاطم الجميع ليس فقط المواطن اللي بيسأل ما هو إحنا لما تكلمنا في البداية قلنا إن إحنا كان في البداية وحدة المعاملات دورها الرد على فتاوى واستفسارات المواطنين إحنا مش عايزين بقى نوى في لغاية كده إحنا كل يوم فيه جديد لازم ننشر حالة من الوعي وخصوصا مع التطور الهائل اللي حاصل وأهداف الدولة للتنمية المستدامة والأهداف الاستثمارية والتنموية اللي موجودة في الدولة ضروري أن نخلق حالة من الوعي الاستثماري والديني المتعلق بالاستثمار عزيم جدا أنت قلت حاجة مهمة جدا هي مسألة التطوير اللي بيحصل قد يقول قائل ما علاقة الدين بالاقتصاد والاستثمار لكن كلام حضرتك بيؤكد أن فيه علاقة بيؤكد أن الشراء الإسلامية وضعت نظم اقتصادية يجب أن احنا نمشي عليها ويجب أن احنا نطورها كمان وفق ما يتراء في هذا الزمن ولكن برضو في حدود وفي ضوابط شرعي هو خلينا أقول أن الشريعة الإسلامية ما وضعتش قالب معين وقالت لنا أن احنا نمشي وفق هذا القالب لا نحيد يعني ما وضعتناش مثلا أنماط من المعاملات وقالت لنا التزموا بالمعاملات دي ما تختارعوش معاملات جديدة لا ده ما حصلش اللي حصل أن الشريعة الإسلامية وضعت لنا ضوابط الضوابط دي منها أن احنا نتحرى الحلال والحرام نتحرى الصدق والأمانة نتحرى عدم ظلم الناس وعدم الغش في التجارة يعني بالمناسبة مسألة الغش في التجارة دي يعني موضوع كبير سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطه بقضية متعلقة بالإيمان من غشنا فليس منا قيمة قيمة من القيم مش معنى أن أنا عاوز أكسب مكسب سريع بقى أو بطيء أو أكسب كتير أو أكسب شوية أن أصل لهذا المكسب أو أصل لهذا المال عن طريق ظلم الناس وعن طريق غش الناس في آية كريمة في القرآن الكريم بتنبهنا جدا لهذا المعنى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِي تَأْكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ده ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وبينبهنا لأن إحنا ممكن بطريقة ما نخترع أدلة مزيفة تثبت صحة موقفنا وأن إحنا تمام في حين إحنا نعرف من قرارة أنفسنا أن اللي بيحصل ده ظلم واللي بيحصل ده أكل لأموال الناس بالباطل فهو ده المنهج اللي الشريعة الإسلامية ربطت المعاملات به يعني تاجروا كيفما شئتوا ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب على مصرعه حينما قال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه بداية الآية تقول إيه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني ذل للأرض وسخرها لخدمة الإنسان يزرع فيها ويبنع عليها وينشئ عليها إنشاءات استثمارية وصناعية وقلاع تجارية ويعمل زي ما هو عاوز ينقب في باطن الأرض ويستخرج من أرض الكنوز يعمل كيفما يشاء ولكن كل ده له ضوابط وله محددات هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور دي كلها معاني مهمة جدا يجب على الإنسان أنه هو يستصحفها لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن التاجر الصدوق ويخبر صلى الله عليه وسلم أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ده يعطينا دلالة يعطينا دلالة مهمة لأن مقاومة النفس وجهاد النفس اللي هي لها شهوتها ولها متطلباتها وحبة أن هي يعني تتملك حب التملك دائما أصعب أنه هو جهاد دائما هو جهاد النفس فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى لما يعني يبشر هؤلاء المجاهدين اللي هم بيتحروا الحلال وبيتحروا الصدق وبيتحروا الأمانة وعدم ظلم العاملين معاهم فيقول صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى مش عاوزين يبقى فيه جمود ممكن أكسب صفقة لكن أخسر الناس ممكن أكسب أموال كتيرة لكن أخسر أماني ما بين الناس والألفة اللي ما بيني وما بين الناس دي كلها معاني مطلوبة لتحقيق السعادة السعادة ليست في الملف فقط طيب إزاي عد مفتي في هذا الملف؟ الحقيقة أنه ده موضوع كبير والحقيقة أن إعداد مفتي دي صناعة ثقيلة عشان ما يكونش فيه تضرب في الفترة بالضبط هو كان إيه أساسا الهدف من هذه الخطوات ومن مواكبة التطورات دي التطورات الاقتصادية والهائلة اللي موجودة في الفترة الحالية أنه إحنا في فترة من الفترات أصبحت عندنا حالة من فوضى الفتاوى في فوضى أي أناسف يعني في التعبير زي ما بنقول الناس أي حد بيفتي في أي حاجة كنا بنقول كل من هبه ده بيفتي بالضبط لفترة من الفترات لكن إحنا بنضبط الموضوع ده من خلال مركز الأزر بيفتي في أي حاجة في تخصصه وفي غير تخصصه وللأسف الشديد كان أهوى شيء الناس يتحدثوا فيه ويفتوا فيه بغير علم هو المسائل المتعلقة بالدين وده خلق حالة من الجدل ما بين الناس ناس بتقول أي ده حلال وناس بتقول لا ده حرام وحالة من الجدل الموجود ما بين الناس كان ضروري ضبط هذه المسألة وإن يحصل وغفة عشان كده ده كان هدف من أهداف إنشاء مركز الأزر العلامي الفترة الإلكترونية وده هدف كبير من أهداف وحدة الاستثمار إحنا بنصنع مفتي إزاي زي ما بقول لحضرك ده صناعة فقيلة من البداية خالص يعني طالب يدخل الأزر الشريف منذ ضعومة أظفاره يحفظ القرآن الكريم وأتعلم علوم الدين والشريعة ويتدرج في هذه العلوم مهم جدا للمفتي أو الفقيه اللي هيفتي في المسائل المتعلقة وبشؤون الناس إن هو يكون على دراية بعدة أشياء يكون على دراية جيدة جدا جدا بنصوص الشريعة الإسلامية وبمقاصد الشريعة الإسلامية ويكون على دراية جيدة جدا جدا بواقع الناس وبحال الناس ويكون قادر إن هو يستوعب ظروف الناس ويبدأ يجيب نصوص الشريعة اللي هو فهمها أو حفظها أو اللي هو مستوعبها بشكل جيد جدا يجيبها يكيفها على حسب الواقع اللي موجود وعلى حسب أحوال الناس اللي موجودة عشان كده بنقول إيه بنقول أن الفتوى تتغير باختلاء وبتغير الأحوال وبتغير الأزمان إزاي يعني أنتوا هتغيروا في دين ربنا لا هو مش كده مش تغير في دين ربنا سبحانه وتعالى لا نصوص الشريعة الإسلامية نصوص مرنة نتج من المرونة دي اجتهادات فقهية موجودة وموجود إرث فقهي من قديم الأزل موجود ممكن يكون لا يتناسب مع لسه أقول بقى العلماء فضلوا على مدار الزمن عملين يطوروا في هذه العلوم ولو جبنا كده التراث الفقهي اللي موجود هنلاقي أن كل عصر له الفتاوى والاكتهادات الفقهية اللي تناسب الواقع ولا تخالف الشريعة عشان كده مقارنة الفتاوى مبين العصور في ظلم بالضبط طبعا أن نحن نجمد عند زمن معين ونقول أن الفتوى أو هذا الرأي ظهر في فترة زمنية معينة ويجب أن نلتزم به لا هذا غير واقع عايزة أسأل كمان حضرتك عن الملطقة الفقهي الثاني العقد والأزهر الشريف تحت عنوان قمة فقه قصدي الاستثمار والاقتصاد ومخرجات هذا الملطقة هو الحمد لله رب أعلمين يعني ده برضو من ضمن الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى وفق المسؤولين في الأزهر الشريف وفي مركز الأزهر عامي الفترة الألكترونية أن يبقى فيه حالة من التفاعل مع الواقع يعني إحنا برضو ما نبقاش في معزل عن الناس ونحاول أن إحنا نبادر أن إحنا يا جماعة إحنا موجودين وعلى أتم استعداد إحنا إحنا شركاء في صناعة هذا التطور ونحن شركاء في صناعة التنمية وفي صناعة الاستثمار وخلونا نعود وخلينا نعود نتدارس وخلينا نعود نبحث وخلينا نعود نحلل لغاية ما نخرج بمخرجات يعني تنير لنا الطريق وتزلل لنا الصعاب فالحمد الله رب العالمين بالمناسبة هذا الملتقى الفقه الثاني الملتقى الفقه الأول كان عن التنمية المستدامة في 15 مارس الماضي الملتقى الثاني كان يوم الاثنين الماضي وكان عن الاستثمار وعن دراسة الأمور الاستثمارية والمعاملاتية الموجودة واستشراف المستقبل يعني احنا كمان بالمناسبة احنا مش وقفين عند حدود اللي احنا شايفينه ده احنا بنحاول ان احنا مع الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي احنا علشان نقدر نتحدث في الاستثمار والاقتصاد عشان نعاد مفتي محتاجين خبراء الاقتصاد علشان احنا كعلماء في الدين والشريعة نتكلم في الاستثمار ونتكلم في الاقتصاد محتاجين نفهم الاقتصاد ومحتاجين نفهم الاستثمار يعني المفتي خاص بمسألة الشؤون الاستثمارية او الاقتصادية بيدرس اقتصاد او بياخد اراء المتخصصين هقول للحضرتك هو الشقين موجودين من ناحية التدريب بالمناسبة برضو من ضمن الادارات المهمة جدا في مركز الاظهر علامة الفاتحة الالكترونية ادارة التدريب والتطوير والادارة دي في عمل مستمر ودائم لرفع كفاءة المفتين وتدريبهم بشكل مستمر على مستجدات الامور اللي يقدروا من خلالها ان هما يوكبوا اسئلة واستفتاءات الناس فجانب التدريب ده موجود بشكل مستمر على الناحية التانية زي ما حققت فضلتي اللي هي الناحية بقى الاستشارية ففيه في مركز الاظهر علامة الفاتحة الالكترونية الفريق الاستشاري العلمي وده فيه خبراء متخصصين في كافة المجالات فيه الاستثمار والاقتصاد موجود موجود في النواحي الطبية بكل تخصصاتها وفروعها الدقيقة موجود في ناحية التكنولوجيا والهندسة والتشفير والشبكات فيه كل التخصصات ليه؟ لأن سؤال الناس عن الحلال والحرام بيتعلق بكل تفاصيل حياتهم وتفاصيل حياتهم دي متعلقة بأمور علمية تتعلق بتخصصات دقيقة جدا طبعا احنا مش هنفتف علشان نكون منطقيين وعلشان نكون جادين وعلى الخطة الصحيحة مش هينفع نفتف حاجة احنا مش مستوعبينها واحنا مش عارفينها فياجب ان احنا نلجأ للمتخصصين عظيم جدا اللي يطلعون على حقائق الأمور ومن خلال بيانهم ده واستشارتهم دي نقدر ان احنا نخرج بالفتوى الصحيحة طيب هذه الفتوى بتكون وفق ضوابط شرعية هل فيه امكانية لتعميم هذه الفتوى حتى في فترة زمنية محددة؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا قلنا ان الفتوى في عصر سابق لا تصح في هذا التوقيت فاحنا نقول ان هذه الفتوى احنا اصدرنا فتوى في الاقتصاد او الاستثمار لتساؤل ما نعمم هذه الفتوى لان هي وفق ضوابط شرعية هتسري على الكل انا عاوز اقول لحضرتك هو مش موضوع ان احنا الفتوى لها توقيت معين ولا لا احنا بنقول ان الفتوى مرتبطة بالحال يعني سائل ما جاء سألاني سؤال مش بالضرورة في في امور متعلقة بالتجارة يعني في اي امر من الامور اللي هي بتعرض للانسان في حياته عموما فجاء سألني سؤال فانا قبل ما بجاوب على السؤال لان السؤال ده ليه اجابات عديدة جدا قبل ما بجاوب على السؤال بافهم منه ظروفه عاملة ازاي وتفاصيل الموضوع عاملة ازاي وبالتالي ممكن في نفس التوقيت وفي نفس المجلس اتنين اشخاص يسألوني عن نفس السؤال ويجيب هذا بفتوى ويجيب هذا بفتوى تاني في نفس يعني الموضوع مش مرتبط بس بالتوقيت الزمني يعني مش هقدر اقول ان الفتوى لها مدة صلاحية ده الفتوى متعلقة بالاحوال ومتعلقة بالظلو دي نقطة مهمة عشان محدش ياخد فتوى حد بالظبط علشان كده بنتكلم بنقول يا جماعة مسألة الافتاء مسألة متعلقة باحوال الناس الدقيقة زي الأطباء بالظبط ما ينفعش طبيب يشخص حاله بشكل عامل زي رشتة رشتة يديها اي حد كده اللي عايز يسأل حاجة ما يسألش صديق لي او ما يسألش حتى لو كان صديقه ده اخد رأيي الأزهر الشريف لأ هو لازم يروح بنفسه ويسأل يبعت يقول الأزهر على طول بيرد صحيح كتير هنا الأسئلة بالجنة فنقول له هو حضرتك صاحب الواقعة يقول لا ده أنا بسأل لأخويا بسأل مش عارف لوحد صاحب تكونوا عايزين معلومات دقيقة بالظبط بتفرق بالمناسبة فبنقول له طب احنا نرجو حضرتك ان صاحب المشكلة نفسه او صاحب السؤال نفسه هو اللي يتواصل معنا فيه احيان كتير الناس بتزعل لكن ده المنهج الصحيح اللي يجب ان يكون عليه الافتاة طيب اخيرا مركز الأزهر الفتاوى العالمية فهل انت تتواصله مع غير المصريين الدول الإسلامية برا او حتى الدول غير الإسلامية لكن فيها مسلمين ده واقع بالفعل يعني عاوز اقول لحضرتك ان الحمد بالله رب يعلمين الازمة اللي حصل بتاعت يعني انشاروا وباء كورونا ربنا يعرف الجميع يا رب الازمة اللي حصلت دي الحمد بالله رب العالمين كان لمركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية السبق تقريبا في كل الفتاوى المتعلقة بالتعامل مع هذا الوباء كان لمركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية السبق فيها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي فالفتاوى والمناسبة أصدر المركز دليل دليل التعامل مع الأوبئة وده انتشر على جميع المستويات في الداخل وفي الخارج وكانت بيجينا الاتصالات من المراكز الإسلامية في جميع البلدان الأجنبية بيسألونا عن ما هو واقع جديد ده واقع جديد هو احنا مش عارفين نعمل ايه هنصلي الجمعة ولا مش هنصلي الجمعة طب احنا هنحطك حل ولا مش هنحطك حل طب احنا هنصلي بالمسك ولا مش هنصلي بالمسك الاسئلة دي بترد وكل مجتمع له ظروفه وله الواقع بتاعه اللي ربما لو افتيت بفتوى تناسب الواقع الحالي اللي موجودة بتاعنا افتيت بها هناك ربما تحدث فتنة ربما تحدث فتنة ما بين الناس فبأكد لحضرتك ان لا الحمد لله رب العالمين المركز على المستوى العالمي الحمد لله رب العالمين محقق اهداف والفتاوى اللي بتصدر من المركز معتمدة في كثير من الدول مهم جدا كمان يا شيخ أحمد مسألت انه نكون متطورين نواكب ما يحدث ونقدر نرد على اي مستجدات بتحصل لانه الناس بيهمها دايما انها تسمع رأي الازهر الشريف في كل شيء في حياتها اكيد طبعا هو وعشان كده احنا بناخد الخطوات الاستباقية يعني احنا برضو مش منتظرين لما الناس يبقى عندهم الاستفهام او السؤال ويسأله لا احنا بنحاول نطرح للناس حلول وبنحاول نطرح للناس رأى رظيم جدا وده والله احنا متابعات كل ما يحدث بالفعل على الساحة بشكل عام يعني شفنا كمان المركز اطلق خدمة من فترة للدعم النفسي وبالوقتي بيطلق خدمة لدعم الاقتصاد والاستثمار فهو متابع بشكل جيد بنشكر حضاك طبعا شكرا جزيلا شرفتنا شيخ احمد المشد عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكتروني